موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الوسط البحرينية التي عنونت مايكروسوفت تعيد تصميم سكايب وتضيف ميزة القصص أعلنت شركة مايكروسوفت عن الجيل القادم من تطبيقها لتراسل سكايب حيث أعادت الشركة بنائه من الألف إلى الياء مما حسن إلى حد كبير من الطرق التي يمكن للمستخدم التواصل من خلاله من الأشخاص المفضلين لديه وكانت ميزة الدردشة الجزء الأهم من هذا التحديث أما صحيفة القدس فقد عنوانت ماكينات لبيع نظارات سناب شات في أوروبا أعلنت سناب شات وصول نظاراتها الرقمية سبيكتاكلز إلى أوروبا بعد أن كانت متوفرة فقط في الولايات المتحدة وستباع النظارات عبر ماكينات تشبه تلك التي توفر المشروبات الغازية وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت يمكنك الآن النوم في مطار دبي دشن مطار دبي صالة كبائن النوم سليب أند فلاي في المبنى رقم ثلاثة بالمطار ولم يكتف المطار بتوفير تلك الكبائن من أجل راحة المسافر المتعب بل حرصة على رفاهيته أيضا فصممت صالة كبائن النوم الجديدة وهي تشمل عشرين كبينة نوم عصرية وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت تقنية جديدة يمكنها توفير أربعين في المائة من احتياجات العالم من الكهرباء طور باحثون أمريكيون تقنية جديدة تدمج أكثر الطرق فعالية المتاحة حاليا من أجل استخلاص الطاقة الناتجة عن الاختلافات في تركيز الملح في المياه وتولد تقنية الدمج الجديدة كميات غير مسبوقة من الطاقة الكهربائية وتعمل تلك التقنية الجديدة في الأماكن التي تلتقي فيها المياه المالحة والمياه العذبة أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنوانات سويسرا تطلق أول وأضخم مصنع لتنقية الغلاف الجوي أطلقت الشركة السويسرية كلايم ووركس أول وأكبر مصنع في العالم لتنقية الغلاف الجوي للأرض من ثاني أكسيد الكربون ويعمل المصنع بتقنية دي اي سي أو ما يعرف بالتقاط الهواء مباشرة وتستخدم هذه التقنية أو تستخدم مواد تصفية ليفية مكونة من الإسفنج المشبع بمواد كيميائية خاصة اشتركوا في القناة